الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله ما بعد نحن نقل من كتاب مختصر البخاري بالزبيدي رحمه الله و تعالى وصلنا الحديث الرابع عن جابر من عبد الله الأنصاري رضي الله و تعالى عنه وجابنا عبد الله من الصحابة الأنصار و كذلك والده صحابي اللي هو عبد الله بن حرام أو عبد الله بن عمر بن حرام الذي قتل في أحد وهذا من الصحابة الذين قال النبي عليه الصلاة و تعالى عنهم قال لي جابر أن الله سبحانه و تعالى كلم أباك كفاحا كلام الله سبحانه و تعالى اللي هو عبد الله بن عمر بن حرام رضي الله و تعالى عنهما وهو يحدث عن فترة الوحي وهو يحدث عن فترة الوحي يعني لما جاء جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء بحديث ذكرناه لما قال اقرأ طانب يقارئ اقرأ ماني بقارئ اقرأ باسم ربك الذي خلق فتر الوحي شو معنات فتر انقطع مثل لما نقول الفتور يعني واحد يكون مقبل على المسجد وقراءة القرآن والصيام وطاعة الله بعدين شو نقول يفتر الشخص شو معنات يفتر يعني انقطع ويبرد عن عبادة طيب وهو يحده عن فترة الوحي طبعا كم كانت فترة الوحي منهم من قال ثلاث سنوات منهم من قال سنتين ونص يعني الاختابة يدل على عدم ثبوت حديث ان هذه فترة الوحي كانت سنتين ثلاثة شهر شهرين المهم انه فترة الوحي يعني انقطع الوحي لفترة فقال في حديث جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام بين انا امشي اذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري يقول فرفعت رأسي فاذا الملك الذي جاءني بحراء هذا يدع على ان شنو انه جاء بنفس الصورة جبريل عليه السلام جاء للنبي عليه الصلاة والسلام بأكثر من صورة جاء على صورته الحقيقية ليقول له ستمائة جناح وجاء على غير ذلك بصورة بشر فاذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض وهذا لعظم خلقته عليه السلام جبريل ان له ستمائة جناح كل جناح قد سدل الافق فجالس على كرسي بين السماء والأرض يعني كم ارتفاعه كيلو كيلوين ثلاثة الله اعلم الطيالة حيني راحت شوف شن كيلو ثلاثين القدم طيب فشوف جبريل عليه السلام الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فروعبت منه اكيد يعني تخيل مخلوق طيب انت بعض مرات لو قطوة تطمر عليك من تكرم الزبالة تخترع قطوة انت شاي زبالة تطمر ولا بعض المرات انت بالسيارة ديقاء السلف تختطر السيارة في ناس تخاف فكيف بمخلوق عظيم قد سد سد الافق يقول فروعبت منه فرجعت فقلت زملوني يعني غطوني فانزل الله تعالى يا ايها المدثر يعني المتغطي يا ايها المدثر قم فاندر في من العلماء من قال ان النبي عليه الصلاة والسلام صار نبيا عندما انزل الله سبحانه وتعالى عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم طيب بهذه الآية صار نبيا ذكر الشيخ محمد بن عبدوهاب رحمه الله تعالى في كتاب صورة ثلاثة قال نبي ابي اقرأ وارسل بالمدثر يعني شنو لما انزل الله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك اللي يخلق هنا صار نبيا شو ما معناه النبي الحسب تعريف بعض العلماء او كثير معلماء من اوحي اليه بشرح فهو قد اوحي اليه بشرح والرسول من اوحي اليه بشرح وامر بتبليغه فلما قال له الله سبحانه وتعالى قم فانذر صار رسولا يعني طبعا هذا احد الاقوال قوله اخر لا ان النبي هو من ان الرسول هو من اوحي اليه بشرح وامر بتبليغه والنبي من جاء مكملا لهذه الشريعة يعني استخدم نفس الكتاب ما عنده شريعة جديدة طبعا الانبياء شرائعهم تختلف العقيدة واحدة النبي عليه الصلاة والسان قال ان معاشر الانبياء اخوة لعلات ديننا واحد وامهاتنا شتى شين معنى تخوة لعلات يعني الاخوان من ابو ابونا واحد لكن هذا امه غير هذا يعني شين المقصود المقصود ان عقيدتنا واحدة كل الانبياء يدعونا الى لا اله الا الله ونفس قضاء الامام الملائكة والقدر كلهم نفس العقيدة لكن امهاتنا شتى يعني شين الشراعي تختلف يعني في شريعة احد الانبياء عادي واحد يتزوج المرأة واختها يتزوج المرأة مثلا وخالتها وعمتها لكن في شريعتنا لا ممنوع ان الواحد يتزوج المرأة واختها المرأة وعمتها ما يجوز طيب قضايا الطهارة عند اليهود لا لو واحد تحوشة تكرمون نجاسة يقرضها بالمقراضة يقصها بالمقص ما يجوز تغسلها بكلوريكس بماي ما ينفع احنا في شريعتنا تغسلها راح تنجاسة الحمد لله فهذا مقصود ان الشرائع تختلف يعني الفقه يختلف يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها المدثر يعني النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على شون على بشرية النبي عليه الصلاة والسلام يخاف يضحك يمرض يفرح يتزود يصوم يقوم الليل ينام بشر عليه الصلاة والسلام قم فأندر يعني أندر الناس من عذاب الله لمن لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى لما وقف النبي عليه الصلاة والسلام على جبل الصفة ونادى الناس يا صباحا فاجتمع الناس فقال لو اخبرتكم ان خينا خلف هذا الوادي مكة في وادي يعني مكان نازل حواليها شنو بجبال لو اخبرتكم ان خينا خلف هذا الوادي حول الجبال هادي في خيل جيش راح يغزوكم مصبحكم او ممسيكم يعني سيغير عليكم هذا الجيش في الصباح او في المساء صدقوني قال ما جربنا عليك كذبا اكيد من صدقك انت صادق الامين قال فان بين يدي عذاب عليم يعني يرباكم اذا ما امنتم بالله سيعدبكم الله ابو جهل مباشرة هذا الكافر خبيث قال انا هذا جمعتنا تبا لك سائر اليوم يعني يا محمد انت بجمعنا حسبان عندك سالفة اخرتها تقول ان في يوم اخر وفي عذاب تبا لك فانزل الله سبحانه وتعالى تبا يدى ابي لهب وتبا اغنعنه مال وما كسب سيصلى نارا ذات الهب سبحان الله وقم فانذر وربك فكبر ولا تكبر احدا غير الله لا تكبر الاصنام كانوا يكبرون الاصنام في قريش لما اسلم ضمام تعلبة رضي الله تعالى عنه فذهب الى القريش فقال بأسة اللات وبأسة العدزة شنو معنات بأسة يعني فعل دم عكس عكس المدح طيب عكس نعمة نعمة مدح نعمة فلان نعمة فلان لكن هذه بأسة يعني ذم فقال له ما ضيء يا ريما اسكت شون انت شون تسب عليهاتنا اما تخشى الجذام اما تخشى المرض اما تخشى العمى وتخشى الجنون تخشى البرز طيب فكان شنو يكبرون الآلهة ان هذه احنا اذا سبيناها تؤثر علينا فقال انهما لا يضران هذا لو اسبهم اليوم لا يباتشر ليس ان ايايا ما راح تسوي شيء وبالفعل هذه الحجار ماذا تفعل فقال الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام وربك فكبر وثيابك فطهر شون معنات وثيابك فطهر يعني طهر من النجاسات وقول آخر وثيابك فطهر يعني طهر عمالك من الشرك لما تعبد الله سبحانه وتعالى لا تشرك معه أحدا فاذا شركت مع الله سبحانه وتعالى أحدا فعملك مردود يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى انا اغنى الشركاء عن الشرك انا اغنى الشركاء عن الشرك احنا في الدنيا الانسان لنقصه وليضاعفه احتاج شرك انا بفتح لي شركة انا زين شون بفتح شركة بروحي في مراكض وزارة التجارة والبلدية واذا بفتح لي مثلا المدرسة وزارة التربية والتعليم العالي انا زين في يبي لي واحد فاهم يبي لي واحد فاهم بالتربية واحد فاهم بالتدريس واحد فاهم شلون بالادارة صح؟ بروح انا مستحيل يعني او صحب جدا هذا بحث شرك كانسان لا يمكن انا محتاج شرك واحد احتاج شرك ثاني وثالث ورابع وخامس لا وبع المرات الصين ممكن مجموعة شركاء خمسين ستين اذا كان مشروع كبير هذا بي مننا فلوس هذا بي مننا ادارة وهذا بي مننا كذا ولكن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج هو الغني سبحانه وتعالى لذا يتقول الله عن نفسي سبحانه وتعالى انا اغنى الشركة عن الشرك ما احتاج أنا نزلوا النتيجة فمن أشرك من أشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه فأي عمل واحد يعمله لي ومعه واحد ثاني يعني يقصد ابنيته رب العالمين ويقصد كذلك غير رب العالمين أحدا آخر يقول تركته وشركه خاصي معاول أنا ما احتاجت شركه فإذا أنت أشركت روح يبا روح أقولي أشركت أنا عملت العمل هذا عشان أصلي الأجل لله وعشان مدير يتشوفني عشان مثلا الدولة الفلانية وعشان رب العالمين لا 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 أي عمل فيه شرك مترك متركك تركته وشركه فمعنى الآية وثيابك فطار يعني طهر من نجاسات وكذلك قول آخر طهر أعمالك من الشرك والرجزة فهجر يعني الأصنام هجرها وتركها ما تنفعك ولا تضرك هذه فهذا الحديث الرابع الحديث الخامس عن من عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لي تعجل به في سورة القيامة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة يعني شده كان يعاني النبي عليه الصلاة والسلام لما جبريل يأتي ويلقينه القرآن لما يوصل للوحي من الله سبحانه وتعالى اللي هو القرآن كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعب شلون قال وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس فأنه يحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما شلون حين إذا واحد بيحفظك شيء تنطره هو أول شيء ينطق الشعر مثلا حتى لو كان بيحفظك القرآن فأول ما يخلص أنت تعيد ورا عشان تتأكد أنت تقرأ صح وبعدين تعيد مرة ثانية وثانية عشان تثبت الحفظ هذا إذا بتحفظ عدل بتحفظ بصرعة فكان نبي عليه الصلاة والسلام هكذا أول ما يقرأ جبريل على طول نبي عليه الصلاة والسلام يحرك شفتيه فأنزل الله سبحانه وتعالى لا تحركي لسانك لا تعجل به يعني ماهلك يا محمد اطمئن ولا تعجل مو أول ما يقرأ جبريل شوي شوي إن علينا جمعة وقرآن يعني لا تقلق فقضية حفظ القرآن في صدرك هذا موكل إلى ربك ماهك شيء يعني يفلت كل شيء تبت في قلبك وفي فؤادك قال جمعوه لك في صدرك وتقرأوه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني فاستمع له وأنصت شو ما معنات فاستمع يعني أصغي لي جبريل وأنصت يعني وانتساكت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه وبعدين هذا وعد مننا إن بعد ما ينتهي جبريل عليه السلام ومع إنصاتك واستماعك أنت راح تقدر تقرأه امية بالامية مثل ما قرأه جبريل عليك ما تحتاج اختبار لا لا هذا وحي من عند الله سبحانه وتعالى بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي عليه الصلاة والسلام كما قرأه يعني مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام التزم شو ما التزم يعني لما جاءت جبريل فكان يقرأه والنبي يستمع بإنصات فأول ما يمشي جبريل عليه السلام فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام قد وعاه قلبه هذا وحي من عند الله سبحانه وتعالى الحديث السادث عن ابن عباس كذلك رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس يعني أكرم الناس وكذلك كان أشجع الناس عليه الصلاة والسلام كان قويا نبي عليه الصلاة والسلام كان قويا يعني في مرة الحديث بن بخاري اسمعوا صوت في المدينة فزع الناس طلعوا الناس شوفوا ما سالفة شلي صاير فلما طلعوا الصحابة تجمعوا ولا النبي عليه الصلاة والسلام راجع على فرس قال أنت راعوا قال لا تخافوا قال إن وجدناه لبحر عن الفرس قال عجيب بحر يعني سريع يعني شوف حين الناس تون طالعين النبي عليه الصلاة والسلام رايح وراجع يذل على ماذا رايح بروحه شوف لو كان في شيء بالعادة الناس ما يطلع بروحه يبي الجندل وياه يبي أخوه يعني يبي أحد وياه من عياله يعني صعب هذا الواحد يطلع بروحه النبي عليه الصلاة والسلام طلع وراح ورجع وطمنهم هذا على ماذا على شجاعته عليه الصلاة والسلام وقوته يقول كان أجود الناس طبعا الكرم هذا ليس فقط كرم اليد كرم أخلاق كرم أخلاق نحتاج إحنا أخوان الكرام إلى قضية كرم الأخلاق إن الإنسان يكون كريما في خلقه النبي عليه الصلاة والسلام كان كريم الخلق أحسن الناس خلقا ما كان يعني يشتم ويحقر الناس ما نقول إحنا يضطهم يدقر فيهم يضحك عليهم ما كان عنده عليه الصلاة والسلام باللعاق السكان يرفع مشاهنا ويعني يخلي الواحد يعني يعتز من نفسه موقصد الكبر أن يخلي الواحد يعني محترما أمام الناس لا من قريب ولا من بعيد لما بال الرجل في المسجد يعني كان الناس بيطقونه هموا أن يضربوه الصحابة قال خلوا لا تزرموه فلما بعد ما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا تعال أن هذه مساجد لا يصح لها الشي هذا إنما يل الصلاة القرآن فالرجل يعني أحب النبي عليه الصلاة والسلام يقول يحبه النبي عليه الصلاة والسلام وكان له ردة فعل جهة باقي الصحابة إنه ما أعجبه بقي يطقونه وهذا مسكة شوي شوي يكلمه فماذا قال قال اللهم ارحمني ومحمده ولا ترحم معنا أحده هذا كيد يمني هذا الإيمان يمان والحكمة يمانية شكل أبي يمانية فقال اللهم ارحمني ومحمده ولا ترحم معنا أحده فقال نبي عليه الصلاة والسلام لقد تحجرت واسعة يعني شون يا عرابي تبتزغر شيء كبير مستحيل ورحمتي واسعت كل شيء شون تتحددها فالموم النبي عليه الصلاة والسلام كان أكرم الناس خلقا وهذا أمر ضروري إن الإنسان يكون كريما بأخلاقه يعني حاول لا تزعل الناس حاول لا تبين لهم أن اللي سووه غلط اتصلح الغلط بطريقة غير مباشرة كرم الخلق هذا افتقد إلا من من رحم الله سبحانه وتعالى يقول كان أجود الناس وفوق هذا وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل هذا دعا الوحي يقول وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان كل ليلة في رمضان يلقاه ليش؟ فيدارسوا القرآن فيدارسوا القرآن و هذا يعني كثير ما نذكر قضية مهمة جدا إنه في رمضان لا تحرص فقط على القراءة احرص على فهم القرآن احرص على تدبر القرآن احرص على مدارسة القرآن أقعدان ويا واحد خبير في التجويد فصحح القراءة وعند علم التفسير فيفهمني الكلمات لما أفهمها يعطيني أسباب النزول أنا ممكن والله أقعد ويا عيالي ويا ربعي ويا إمام المسجد أو يكون في درس تفسير أحرص على حضوره في رمضان عشان أفهم القرآن يقول وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسوا القرآن فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة الريح المرسلة هذه سبحانكم فيها خير تدفع السحاب إذا كان في حبوب لقاح هذه تنقلها يعني تنبض في الجو في خير كثير النبي عليه الصلاة والسلام أجود بالخير من هذه الريح المرسلة أسأل الله سبحانه وتعالى إن فعنا بما سمعنا جزاكم الله خيرا سبحانه وتعالى إنه سؤال شباب شيء مناحظة شيء سؤال شباب لكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر